الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بعد مرور ما يقارب سنة على مرض الفنان إيمان البحر درويج تفاصيل الحالة الصحية للفنان بعد أزمته المرضية حيث كشفت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويج تطورات حالة والدها الصحية بعد الأزمة المرضية واللي كان بيمر بيها خلال الفترة الماضية واللي وصلت لمدة 11 شهر وقالت أمنية في تصريحات ليها بأن والدها أصبح بحالة صحية جيدة مؤكدة أنه يتحسن يوم بعد يوم وقالت أمنية والدي بدأ يتكلم ويعود لحياته الطبيعية وماشي على علاج طبيعي حاليا وعن موعد عودته لأعماله الفنية قالت الطبيب المعالج لم يحدد ليه موعد محدد لعودته لعمله مرة أخرى ونفت ابنة إيمان البحر درويج جميع الأقويل والشائعات حول تدهر الحالة الصحية لولدها مؤكدة أنه يتمتع بحالة صحية جيدة وكانت أصارت ابنة الفنان حالة من الجدل في شهر يوليو 2023 بصورة نشرتها من خلال داخل العناية المركزة وكتبت عليها سيشهد التاريخ أن ده بقى إيمان البحر درويج ومن ناحيتها أعلنت المتحدة للخدمات الأعلامية تكفلها بعلاج درويج تقديرا له ولمشواره الفني المميز لافت إلى أنها تتواصل مع أسرة الفنان لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة تمهيدا لتوفير أفضل السبل العلاجية يذكر أن الفنان إيمان البحر درويج عانى منذ 2021 من نزيف في المخ وابتعد عن الساحة الفنية وكان طرح آخر ألبوم غنائي له أزينيا بلال منذ 19 عام